خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو مباراة كرة السلة الأهلي والزمالك اللي تبعناها لأسبوع الماضي واللي فاز فيها النادي الأهلي في صالة عبد الرحمن أو عبد الرحمن فوزي بمقر النادي الزمالك بمي طعوبة فاز بفرق كبير الحقيقة فرق 28 نقطة المباراة يعني أدى فيها النادي الأهلي أدى فيها بشكل جاي جد ومش كده بس الفكرة انه الناديجة 294 ايسا انا مش حافظ الارقام بس حافظ الفرق 28 نقطة الجميل في المباراة دي ان اللعيبة سيطرت على المباراة من الأول إلى آخر على فكرة نادي الزمالك فريق ويس عندهم محترف ولعيبة كاملة عشان ما نقولش ان في نادي الزمالك كان بيلعب قبل كده من غير محترف لا فيه محترف دلوقتي وعلى صالة عبد الرحمن فوزي واللعيبة كاملة ما فيش إصابات فالنهارده نادي الأهلي لما يستطيع انه يفوز على نادي الزمالك وواصل سلسلة انتصاراته النهارده احنا بنتكلم دي المباراة السبع على التوالي فوز للنادي الأهلي في كورة السلة الحقيقة ده يأكد لك قد ايه ان الحاضر بإذن الله بتاع النادي الأهلي في كورة السلة الحاضر والارقام خمس بطولات السنة اللي فاتت وان شاء الله احنا خدنا بطولة السنة دي لسه فيه بطولتين وتلاتة يعني لسه الجيل ده عنده كتير يعني اللي عايز اقوله ان المباراة كان الجميل فيها مش الاسكور الجميل فيها هي الأداء السبات الروح الوحدة اللي كانت عليها اللعيبة مين لعب مين طلع ابو النصر عمل مباراة دفاعية جميلة جد جند المجهول طلع عمر بقول ابو النصر ده جند المجهول قول زي ما تقول روح يمين شمال ابو النصر ده صخرة من صخرات الفريق طبعا النجوم هاب امين عندك عندك اسماعيل عندك والتر هوتش تكلم عندك عمر الجندي النجوم خلاص حطوا يعني اسمهم من ده ولكن انا بتكلم على الجنود المجهولين اللي بيقدوا أداء ودايما بيبقى بالمعاد موجودين وبيهمهمش الحقيقة مبركة حلوة مبركة اللي تفرج عليها استمتع بأداء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي سعيد جدا طيب عندنا المبركة الجاية النادي الجزيرة هنلعبها في استاد القاهرة بعد بكرة بإذن الله هتبقى المبره يوم الثلاث بعد بكرة تمام وınıدي الزمالك عنده الاتحاد اسكندري في اسكندرية و المباره اللي بعد كده بقى نادي الاتحاد هنستضيفه عندنا افصالة الامير عبد الله الفصل على الهوق مباشرة لان افصالة الامير عبد الله الفصل فطبعا نادي الاهلي لسه متسيد الدوري هو والاتحاد مناصف طيب المباره يوم الجمه هتبين من اول ومن تاني بس الحقيقة أنا ما بيشغنيش أول مين أول ومين تاني لأن الاتنين مش هيلعبوا بعض في السيمي فاينال والمهم من اللي أهلي والاتحاد ما يلعبوش بعض أول أو تاني مش فرق المهم إن إحنا ما نشوفش بعض غير في الفاينال ليه؟ لأنه لو شفنا بعض قبل الفاينال إبدا غالباً هيكون فاينال مباك بس نتمنى إن شاء الله الفاينال وكل مقام المقال وخمس مباريات بيستوف 5 أنا وإنت بقى ونشوف الدنيا ماشية إزاي والنفسه طويل واللي عنده سكواد قوي لا الدنيا محتاجة يعني شغل كتير والدوري هيروح وييجي لأنه بعد مباراة الاتحاد بتقريباً ممرأة أو اتنين هيتم إيقاف الدوري وتعلاني بقى في فبراير الويندو الأخيرة وإن شاء الله هنبرك لمنتخب مصر التأهل لكاس العالم ولكن التأهل حاجة كويسة جداً وتسعيدنا ولكن نركز في الأداء في كاس العالم لازم نعمل طفرة كبيرة في الأداء لازم منتخب مصر يبقاش هدف المشاركة في كاس العالم فقط لازم زي مالي وزي ناجيريا وزي الفرق دي يبقى عندنا طموح أن احنا نروح كاس العالم نحرج الكبار نكسب موطشات كبيرة زي اليد ما بيعمل كده يبقاش إحنا بس رايحين كاس العالم مجرد أن اشتراكنا في كاس العالم حاجة كويسة 100% حاجة كويسة ولكن الأفضل ويبقى 200% لو رحت كاس العالم ما رحتش دي في شرف وخرجت من تصفيات لا تخد لك مباراة قوية تطلع الدور اللي بعد كده تعمل إنجاز تحط نفسك وتشجع الجيل يطلع أن انت تكسب